السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير وكلام دائما من دوبي في الصلاة للنبي محمد اللي صلاة والسلام تبني قمت الفيديو بخير في احسن الاحوال ان شاء الله وصفتنا اليوم خبز البرغر اللي كي جي روعة جدا زهل وزريع في التحضير واهم من هاتشي كامل النقص صادي جدا جدا ومكونات ان شاء الله موجودة في كل بيت اكيد مئة في مئة تبعوا الفيديو الاخر بيش تستفدو اكتر وان شاء الله يطلع معكم من اول تجربة وانجح معاكم من اول تجربة اكيد ان شاء الله ما نطولش معاكم الفيديو نخليكم مع طريقة تحضير وفرجة ممتعة بنسبة المكونات كنحتاجو كأس من الماء الدافئ مقاس الكأس العنباء لي كوزن لنا ميتين ميلي هنضيف لهم بنفس الطريقة او بنفس المقاس كأس من الحليب الدافئ هنضيف لهم ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية ملعقة كبيرة من السكر الخاشن اي سكر سانيدة كاملة اللي تتكون بدرجة حرارة الانطبخ هنضيف لهم كدلك ربع كأس من الزيت المائدة اي الزيت الطبخ ونمزج الخليط بتاعي جيدا تماما حتى كيتضب معنا الخميرة وكيتفتح معنا البيضة بتاعنا تماما جيدا بهتشكل هادا بالنسبة الهنايا هنضيفه الدقيقة نضيف معاكم بالكأس مقاس كأس كيفما قلت لكم كأس العنبلي كيوزن ميتين ميلي هنضيف 2 كأس من الدقيق الراطب بمتعددة الاستعمالات وملعقة صغيرة من الملح نجمع العجنة بتاعي جيدا تماما كيفما كان عجنو العجنة عادي اي عجنة طبعا ونضيف الكأس الثالث ونلم العجنة كدليك بنفس الطريقة هنضيف الكأس الرابع ونضيف الكأس الرابع ونضيف الكأس الخامس ونضيف الكأس الخامس بالنسبة الكأس الخامس هي اخذ معاكم كله ان شاء الله يعني خمسة الكؤوس بالضبط من الدقيقة الراطب بمتعد الاستعمالات اي الفورس نجمع العجنة بتاعي جيدا ونضلكها بالنسبة للعجنة بتاعنا كجينة يعني كتلصق معانا ما خصاش تكون نشفه اكتر يعني من اسرار البورجور العجنة كتطلع معانا كتكون كتلصق وهذا الشكل هذة كتشوفو العجنة تحصلن عليها كتلصق معانا ف الايد بالنسبة لهنايا هنضيف لها ملعقة كبيرة من الزبدة اللي تتكون بدرجة حرارة النطبخ ندخلها في العجنة بتاعنا جيدا تماما وفي نفس الوقت العجنة كتلصق معانا اكتر هنا منك ندخل الزبدة جيدا في العجن العجنة ما كتبقاش تلصق معانا يعني كتتجمع معانا اكتر وكتبقى لينا في نفس الوقت بهذا الشكل هذا كيف كتشوفو ما شاء الله تحصلنا على العجينة رائعة جدا وقطنية بالنسبة لهنا ينشكل على شكل كورة وهندهن البول بتاعنا او الزلف اللي نحط فيها العجينة بتاعنا بالزيت من تحت ومن الجوانيب باش نحط فيها العجينة بتاعنا ما تلسقش معنا بهذا الشكل هذا هنا نغطيها بالبلستيك سولفن او بلاستيك الغذائي ما نخليش لهواء يخرج منها باتاتا ونخليها تختامر لنا لمدة من 10 دقايق حتى 15 دقيقة يعني بحرات تختامر معكم احسن تعطوها الوقت باش تختامر معكم ان شاء الله لان العجينة بتاعنا مكونة من البيض خصها الوقت باش تختامر معكم 15 دقيقة اكتر حاجة تختامر معكم ان شاء الله خلاص هناك فيما كتشوفوه بعد ما دازت معي انا هنا 15 دقايقات بالضفط والضعف الحجم بتاعك فيما كتشوفوه ما شاء الله العجينة رائعة جدا نخرج لها وقلي فيها جيدا ونحطها على سطح العمال باش نكملو الفيديو بتاعنا ان شاء الله بالنسبة لهنايا نحاول نخلي العجينة بتاعنا تكون يعني مفشفشا ما نكتمهاش اكتر يعني ما نجمعهاش اكتر باش ما كتكونش نشفة هناك نبقى نخليها كطرية جدا ومفشفشا معنا كنشكل على شكل الكويرات بالنسبة للحجم بتاع الكورة خاصو يكون الحجم متوسط يعني ما نكبرهاش اكتر وما نصغرهاش اكتر كيف كتشوفوه ما شاء الله هاد الحجم نتحصلنا علي ودائما مع المراعات العجينة نخليوها دائما طرية كل ما كان نشكل الكورة كان نحاول نفتح العجينة بتاعنا وكان نخليوها كده يعني مفشفشا باش ما كتتكتمش معنا وما كتتخرج من دقصة سافين بقى غادة بنفس الطريقة كيف كتشوفو الكورة بتاعنا كان نشكلوه ما لاش كور كورة بهتشكل عدا وكان عاود نخلي العجينة بتاعنا يعني مفشفشا بنفس الطريقة يعني اكيد الفيديو موضح سافين بقى غادة بنفس الطريقة ان شاء الله حتنسى اليوم كلهم بإذن الله بالنسبة لها نحطم على سينيان انا مفرش لها ورقة زبدة انا موضح فرش ورقة زبدة عفوان كدهنها بالقليل من الزيت كدهنها خفيفة هناك نغطيهم بواحد منديل لمدة خمس دقائق بيد ما كيددعها في الحجم تاعهم بهتشكل عدا هنا عندي أصفر بيضة كنضيف لهم ملعقة كبيرة من الماء يعني كل أصفر بيضة واحدة كنضيف لهم ملعقة كبيرة من الماء ضفتوا اثنين أصفر من البيض كتضيفوا اثنين معالقة كبيرة من الماء هذا لو حبيتوا ضعفوا الكمية بتاع البورجور اكيد خلاص بالنسبة لهناي كندهنهم جيدا بالفرشات من فوقهم الجوانب اللي بدوروك يعطيه وحد اللون جميل جدا يعني البورجور الأصفر بتاع البورجور يعني ببيضة أو أصفر بيضة فقط مع الماء خلاص نضيفنهم كاملين إن شاء الله ونكملوا الطريقة بتاعتهم بنفس الطريقة إن شاء الله هنا نضيفنهم السيمسيم أو الزنجلان اللي تيكون محمر أو محمص لكن عندكم زنجلان أبيض ممكن تحمروه في الميقلات حتى كيعطيكم هاد اللون الذهبي من الأحسن ما تستعملش الأبيض الأحمر أحسن يعني المحمر أحسن كيعطيه واحد مضاق جميل وفي نفس الوقت المنظر بتاع البورجور كيطلع رائع جدا خلاص هنا ندردر عليهم البورجور كيف ما كتشوفوه ما شاء الله يطلع علينا بها الشكل هذا ندخلهم الفرن اللي كيكون سخون قبل لدرجة حرارة 150 يطيبوا لنا من الأحسن يعطيونا اللون الذهبي يعني يردوا البل يعني يطيبوا بسرعة يعطيهم اللون الذهبي ومن بعد نفتح عليه من الفوق يعطيونا كدلك اللون الذهبي اللي كيطلع جميل جدا بهذا الشكل هذا يعني أكيد ما تردوا البل باش ما يتحرقش معكم وهذا الشكل اللي تحسن عليه ما شاء الله كيف كتشوفوه كيطلعوا جميلين جدا ورائعين بالنسبة للفيديو القديم إن شاء الله نستعمل معكم طريقة الحشو والبورجور أو البورجور بنفسه ما شاء الله كيطلع لديد أحسن من مخابيز صدقوني يطلع عليكم روعة أو أحسن من مطاعم تستعملوه في البيت كيطلع روعة خلاص هنا كنغطيهم أول ما كنخرجهم من الفرن كنغطيهم بمندل اللي كيكون مبلل بالماء مع صور جيدا و كنغطيهم لمدة خمس دقائق باش كيطلعون هنا مفشفشين أطريين في نفس الوقت بهذا الشكل هده كيطلعوا جميلين جدا ومفشفشين ورطبين ولدادين جدا طبعا الفيديو القديم إن شاء الله نخلي لكم في صندوق الوصف متع طريقة البورغر وتفريز البورغر بتاعنا وكذلك اللحمة بتاعت البورغر نفسها كيفاش كتبلوها تفرزوها وتخبيوها كل ما تحتاجوها كتسعملوها إلى فيديو قدم إن شاء الله سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتك